فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقال الله سبحانه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ذلك في غير موطن حتى وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي ثم إن هذا قد ابتني به الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا ذكر عن الأمم السافقة أنهم كانوا يبنون على القبور وذلك في قصة أصحاب الكهف الذين ذكر الله قصتهم فلما عثر عليهم أهل البلد لما عثر عليهم أهل البلد وهم أموات في كهفهم تشاوروا في ماذا يصنعون بهؤلاء الأموات فقال بعضهم أبنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم وقال الذين غلبوا على أمرهم أي الأقوية الأقوية منهم الذين غلبوا على أمرهم يعني فرضوه على غيرهم لنتخذن عليهم مسجدا أي مكانا نصلي فيه تبركا بهم تبركا بهم فهذا من بناء المساجد على القبور وأنه موجود في الأمم السابقة جاءت اليهود والنصارى فمشت على هذا المنهج الشركي الذي لم يشرعه الله عز وجل على أنبياء بني إسرائيل لكن هم أحدثوه وابتدعوه فصاروا يبنون المساجد على القبور ويصورون صور الصالحين والأنبياء على قبورهم وعلى أضرحتهم ولما ذكرت له أمهات المؤمنين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لأن الصحابة هاجروا إلى الحبشة كما هو معلوم ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته في كنيسة في أرض الحبشة لأن الحبشة نصارى وما فيها من التصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله شرار الخلق عند الله وقبل موته صلى الله عليه وسلم بزمن يسير وكان يعالج سكرات الموت ومع هذا لم ينسى النصيحة والبلاغ لأمته فقال عليه الصلاة والسلام وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره يعني لدفن في البقيع غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم محافظة عليه من الغلو كغلو النصارى وأهل الكتاب في أنبيائهم واتخاذ المساجد عليها الحاصل أن البناء على القبور ذكره الله في القرآن عن الأمم السابقة ولحقتهم بنو إسرائيل من اليهود والنصارى وقلدهم جهال هذه الأمة وظلال هذه الأمة وصاروا يبنون بكثرة الآن يبنون بكثرة الآن المساجد على القبور والمسجد الذي ليس فيه قبر ليس له قيمة عندهم الآن ولا يتوجهون إليه وإنما يتوجهون إلى المساجد التي فيها قبور ويتهافتون عليها أما المساجد السنية الخالية من القبور فإنها لا قيمة لها عندهم وهذا من تمام الابتلا والامتحان ومن السير على منهج اليهود والنصارى الذي حذرنا الله جل وعلا منه حذرنا منه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة نعم هذا واقع الآن لو تذهب إلى أي جهة في غير المملكة حماها الله وحفظها لو تذهب إلى أي جهة تجد كل مسجد أو أغلب المساجد على قبور ولا يدفن المعظم عندهم أو الرئيس أو العالم إلا في مسجد أو يبنى عليه مسجد إما أن يدفن في مسجد موجود وإما أن يبنى على قبره مسجد هذا كله تقليد لليهود والنصارى والحكم الشرعي أن تلك المساجد مواطنة بدعة لا ترجو الصلاة فيها الحكم الشرعي أنها منهي عن الصلاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور لا تتخذوا القبور مساجد أي مصليات فالمراد بالمساجد ما يصلى فيها ولو لم تبنى فلا يصلى عند القبر ومن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا فقد اتخذ له مسجدا نعم